اشتركوا في القناة تشمل على مجسمين للحرمين الشريفين وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثارية ثمينة ومجسمات معمارية وصوراً فوتغرافية نادرة معرض حرمين إدارة تابع الرئاسة العام للشؤون المسجد حرام والمسجد النبي المعرض افتتح يوم الثلاثة بتريخ 25 شهر 10-1420 في أهد الملك فائد رحمة الله عليه وبحضور أمير مطقة مكة المكرمة أنا ذاك الأمير عبد المجيد بن عبد الجزر المعرض تحتوي على 7 قاعات أهم القطع الموجودة في المعرض عمود الكعبة أحد أحمد الثلاثة داخل الكعبة المشرفة وهو في تاريخ سنة 65 هجينين في أهد الصحابي عبدالله الزبير رضي الله عنه أيضاً سلم خشبي مصنوع من خشب الساج تاريخ السلم 1240 سنة وبعض القطع الكسوة الكعبة الداخلية والخارجية بالإضافة أيضاً إلى باب الكعبة واللي أمر بصناعة الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه سنة 1363 تم تجديده في عهد الملك خالد هذا وأصبح المعرض منبراً تاريخياً وثقافياً يخدم المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص لوسع آفاق ومدارك زائريه المعرفية تاريخياً وثقافياً وينقل للعالم تاريخ وحضارة هذه الأمة الإسلامية العريق معرض عمارة الحرمين الشريفين إحدى المعالم في مكة المكرمة ومزاراً لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار يطلعون فيه على تاريخ الحرمين الشريفين عبر العصور من معرض عمارة الحرمين الشريفين ظافر البكري مكة المكرمة